نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إلغاء النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة تزامنا مع رفض قانون التعليم الجديد وأشار المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفى تلك الأنباء مؤكدة أنه لا علاقة بين مشروع قانون التعليم والنظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة ومشددة على أن النظام الإلكتروني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة قائم كما هو دون إلغاء وسيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الحالي إلكترونيا على التابلت داخل لجانب المدارس